النهاردة عندنا اخبار وعندنا الحمد لله من ساعة ما بدأنا في البرنامج واحنا بنعمل انفراضات في الاخبار وبنلوكم الاخبار الاكيدة يمكن اهم خبر ممكن ابتدي به النهاردة وهو خبر موسم استثنائي للدوري المصري انبارح تعالوا نشوف انا قلت ايه ونرجع نشرح كيف سيكون الدوري العام المصري في الموسم الجديد انا اقول لك خالد الغندور بقى خالد الغندور واستد المحور بكرة الاقرب والقرار هيكون موسم استثنائي لكرة القدم المصرية هيحصل حوار هيتم توافق الرعامش هيقله الفلوس هتبقى زي ما هي وفق ويا اندية ان الكرة مصطحة الكرة في مصر المنتخف في كاس العالم حسام حسن طلباته طلبات الاندية الاهلي عنده كاس عالم الاندية شهر 6 الغدا سيكون القرار موسم استثنائي للكرة المصرية وشكل الدوري سيتغير في هذا الموسم بسبب الارتباطات الكثيرة وبسبب تلاحم المواسم المتتالي في الفترة الاخيرة ده كان كلامنا مبارح يعني احنا يمكن البنامج الوحيد اللي اكدنا على فكرة ان بكرة هيكون القرار موسم استثنائي وده من بناء على معلومات من فريع العمل ومصادرنا مش بنقول كده هباء يعني الحقيقة مبارح كان المتصور يعني ان هيكون التنافس على الدوري بعد نهاية الدور الاول هم هيلعبوا 17 ماتش كل فريق في الدوري هيلعب 17 ماتش ثم بعد 17 ماتش هيشوفوا مين اول 10 فرق واخر 8 فرق يعني من الاول للعاشر ومن الحداشر للتمنتاشر ده كان التصور مبارح ومن الاول للعاشر هيطلعوا بالنقط بتاعتهم ويلعبوا على بطولة الدوري واللي ياخد الدوري يبقى تمام هيلعبوا 9 مباريات تمام بعد 17 هيلعبوا 9 المهم اما التمانية الاخرانيين يعني هيطلعوا برضو هيصرعوا من اجل البقاء بالنقط بتاعتهم النهاردة حصل الاجتماع وكان فيه ازمة في فكرة ان ليه طب ما نخليش عشرة هم اللي يصرعوا من اجل البقاء والتمانية هم اللي نفسوا على بطولة الدوري فطبعا كان فيه اعتراض شديد جدا جدا من نادي الاتحاد السكندري ومن نادي غزل المحلة اللي لسه صاعد حديثا ومن نادي المصري البورسعيدي وحصل توافق على فكرة وحصل توافق انا شايفه يعني مع كل اللي احتراموا التقدير احنا بنصلح اه وبنعمل موسم استثنائي بس هو موسم استثنائي غريب يعني غريب لارضاء بعض الاندية خلينا السنة الجاية في نادي هيبقى باي يعني نادي هيبقى باي يعني كل اسبوع عندك دور اول كل الفرقة هتلعب خلاص 18 نادي كل الفرقة هتلعب 9 مطشاط 9 ضد 9 هنيجي بقى في المنافسة على البقاء او الصراع من اجل البقاء او المنافسة على بطولة الدوري 9 هيلعبوا ضد بعض من دور تاني وتسعة هيلعبوا ضد بعض من دور تاني في الصراع من اجل البقاء 9 يعني ايه يعني كل اسبوع هيكون اربعة بيلعبوا ضد اربعة وفيه فريق باي يعني فريق باي ايه يعني قد مستريح معرفش الفكر ده عملوه ليه هل ممكن مثلا لمشاركة بعض الاندية الزواء الزمالك او الاهلي او البرامز او المصري ربنا وفقهم ويسعدوا الايام اللي جاية دي فممكن يكون الباي مثلا ده بيفيد الاندية اللي بتشارك في افريقيا معرفش بس الاغرب بالنسبة لي ان هم خلوا بدل ما تلات فرق تنزل يعني مثلا مفروض تسعة تنزل تلاتة طبيعي يعني التسعة انت هتعمل دور اول اللي هيكتهد ويطلع من اول تسعة كان مفروض من اول عشرة او من اول تمانية عشرة ينفسه بقى من اجل البقاء وينزل تلاتة عشان يصعد تلاتة لا قالك السنة الجاية هينزل اتنين فقط ويصعد تلاتة فالسنة اللي بعديها هيبقى عندنا تسعتاشر نادي وقالك في نص الموسم هنجتمع عشان خاطر نشوف شكل الدوري في موسم عشرين خمسة وعشرين عشرين ستة وعشرين طب انت عشرين خمسة وعشرين عشرين ستة وعشرين هيكون صعد تسعتاشر نادي موجود في الدوري اتنين نزلوا وطلاتة صعدوا